هلا والله وصلنا منشن في تويتر يقول يخوي ورما تناقشون الفرق بين الرؤية والبرامج التنفيذية طبعا هالسؤال جاوبنا عليه بشكل غير مباشر في الحلقة الأولى اللي تقدر تشوفها من هنا بس قبل لنقرر نتكلم عن هذا موضوع كاننا تساءل في فريق العمل يخي صدق الناس ما فهمت الفرق بين الرؤية والبرامج التنفيذية زي التحول الوطني عشان نعرف خلينا كل واحد من أخينا يقول يسألوا اللي حوله واحد طارف يمين يسار معظم اللي سألناهما السؤال قالوا ما أدري واللي جاوبوا جابوا أم أم العيد الله بالخير أتصور برنامج التحول الوطني هو عبارة عن برنامج الوزارات ومصادر الدخل الخاصة بالدولة بطريقة تتوافق مع البرنامج اللي أشمل منها اللي هو رؤية السعودية 2030 للأمانة فيه وحدة تتبع الوحدة على ما أظل يعني بس وش اللي يتبع مين هذا ما أعلم يعني هل الرؤية هي ضمن برامج التحول والله هالفرق بين الرؤية طالع عمرك أتوقع يعني أن الرؤية هي تغير الاعتماد عن النفط ونعتمد على أشياء ثانية من التصنيع منها ومنها والتحول الوطني غالها ميدة من النهاية والله ما أدري أنا آزم طيب بعيد عن هالخرابيط اللي قالوها أخيانا خلونا نشرح الفرق بين الرؤية والبرامج التنفيذية بكل بساطة الرؤية يا طويل إن العمر هي الهدف الأساسي اللي نبينوصله في 2030 من خلال تحقيق ثلاث محاول رئيسية إذا ما فهمتوش قاعدين نقول ترى سوينا الفيديو كامل عن الرؤية هنا بس البرامج التنفيذية هي مثل الخطوات اللي تساعدنا في الوصول لأهداف الرؤية الرؤية وش تسوي؟ تشرح وش نبي نصير عام 2030 أما البرامج هي كيف نبي نوصل للرؤية وتواريخ انتهاءة مختلفة بحسب البرنامج يعني لو قلنا برنامج التحول الوطني والتوازن المالي اللي مفترض أنه ينتهي في 2020 حلوين؟ إلى هالحين تم الإعلان عن 12 برنامج وكل أهدافة تساعد في تحقيق الرؤية لكل برنامج منها أهدافة ولجنة تشرف عليه وتصبط أموره وتسنعه وتتأكد إن البرنامج يمشي زي اللوز طيب وش نبي يدرين أن هالبرنامج حقق أهدافة فعلياً ولا محول كهد؟ عشان ندري تحدد شيء اسمه مؤشرات أداء هدفها تقيس هل حنا جبنا الهدف ولا شوف شجر مثلا برنامج العمرة اللي هدفها هي زيد المعتمرين عندها أكثر من خمس مؤشرات تعلمنا إذا أداءها صحيح ولا لا واحدة منها عدد الحجاج والمعتمرين طيب يا حبيبنا هذا كان شرح مفصل الفرق بين الرؤية والبرامج التنفيذية علمونا في التعليقات وش كنتم تظنون الفرق بينهم ويارب ما تصيرون زي أخيانا ترجمة نانسي قنقر